السلام عليكم خير يا حضرة النائب العام قال والله في قضية في مدينة مازندران مدينة مازندران هذه شمال وسط ايران تصير على بحر قزوين قال في قضية اختفاء غامضة لامرأة وابناءها الاثنين والمحققين هناك ما قدروا يوصلون الى طرف خيط ويجب انك تروح لهناك في مهمة رسمية وطبعا احنا اخترناك لهالقضية يا محقق كريم لانه القضية معقدة والمحققين هناك ما قدروا يوصلون الى طرف خيط ولا قدروا يوصلون الى العصابة او الخاطفين او المجرمين وصراحة الناس صارت تسولف واحد يقول عصابة خاطفة واحد يقول مقتولين واحد يقول كذا كل من صار يسولف على كيفه وموقفنا اصبح صعب ومحرج لذلك يا محقق كريم جهز نفسك واذا تحب تاخذ معاك طاقم محققين معاك من هين من طهران ما عندنا مشكلة ابدا ارسل لنا الاسماء علشان نعطيك مهمة رسمية وامر رسمي وتنطلق على المحافظة المحقق كريم شاف يعني انه لابد انه يروح ومتصل عليه النائب العام والقضية فيها قضية اختفاء ويقوم يختارها ذاك اليوم المحقق كريم اثنين من المحققين الاكفاء اللي كانوا يشتغلون معاه واعطاهم الاسماء واعطوا مهمة رسمية للمحقق كريم وقالوا توكل على الله وطبعا سأل الكثير من الاخوة والاخوات من خلال التعليقات قالوا يا اخي المحقق كريم وقال المحقق كريم وراح وجه يا اخي شنو رتبة هذا المحقق معقولة رجل بحث جنائي وكذا ما عنده رتبة طبعا المحقق كريم تقاعد برتبة عقيد ومثل ما يعرف البعض لما يتقاعد الرجل الامن او الضابط فيه الجيش يتقاعد مثل ما نقول في رتبة عقيد ويطلع على التقاعد يحصل على رتبة يرفعونه رتبة يعني طلع في رتبة عميد في البحث الجنائي ويعني انت لما تقول عقيد ولا عميد ولا لواء هذه تعتبر من رتب الضباط الأمراء في النظام العسكري يعني رتبة ما هي سهلة ومو اي واحد يتدرج فيها المراتب والرتب هذه وخصوصا في مسألة البحث الجنائي امن الدولة يعني في مثل هالمراكز الحساسة ولما يكون الرجل واصل الى رتبة عميد ولا لواء ولا عقيد يكون اكيد رجل مخضرم واكيد مار على راسه اشكال والوان المهم ما لنا بطويلة القصة بدأت لما جهز نفسه المحق كريم وانطلق هو ومعا ثنين من المحققين الاكفاء الى محافظة ما زندران وصل هذاك اليوم استقبلوه في مركز البحث الجنائي او فرع البحث الجنائي هناك في المحافظة ويا حي الله بالمحق كريم ويا اهلا وسهلا وجهزوله مكان اقامته هو والمرافقين اللي معاه في اليوم الثاني مباشرة قال جيبولي الملف ملفها القضية هذه ملف قضية الاختفاء بدأ المحق كريم في قراءة الملف والاعترافات والاستجوابات والملف بشكل كامل يقول قرية الملف من اول الى اخر عبارة عن تحقيقات اولية والمحققين ما هم وصلين الى اي نتيجة وهالقضية هذه او قصة الاختفاء عبارة عن رجل ينقال له احمد احمد هذا تقريبا في بداية الثلاثينيات من عمره يشتغل موظف في احدى الدوائر الحكومية احمد ذاك اليوم على حسب الملف الموجود امام المحق كريم الرجال طالع الصبح على دوابه كالعادة مثل كل يوم وعنده زوجته اللي اسمها فاطمة وفاطمة و احمد صار لهم متزوجين تقريبا ست الى سبع سنوات وعندهم ابناء اثنين الولد الكبير عمره اربع سنوات وعندهم بنوتة صغيرة عمرها اربع طعش شهر يعني سنة وشهرين وهالعائلة عايشة بسلام وامان واطمئنان ولا بيناتهم اي مشاكل هذاك اليوم احمد وطلع على دوامه ورجع نهاية الدوام على البيت ما لقى اي اثر لا لزوجته ولا الابناء وكذلك في ملف التحقيق انه الزوجة ما هي تاركة وراها رسالة مثلا ورقة مكتوبة انها وين رايحة وين جاية على اهلها على قريبها على جاراتها والمرأة اختفت في ظروف غامضة وين راحت المرأة ما يدري ويفزع احمد هذاك اليوم على جارات يا افلانة يا امو فلان حدا شاف فاطمة حدا شاف ابنائي وين راحوا الكل يقول والله ما شفناهم وين راحوا راح على اهلها على عمامها على الاماكن اللي يتوقع انها تروح عليها لكن ما عثر على اي طرف خيط يدل عليها هو المرأة فصم الحذاب هي وابنائه والرجال انتظر تالي النهار صارت المغرب ما جاءت فاطمة ويقوم يروح على مركز الامن قالهم يا جماعة عيلتي اختفت شلون اختفت قال والله ما ادري طلعت على الدوام الصبح رجعت تالي النهار ما لقيتها طيب فيه اثار خلع اثار كسر اثار سرقة مثلا قال ابدا البيت مثل ما تركته فيه الصباح رجعت عليه فيه المساء او تالي النهار لكن المرأة والابناء ما هم موجودين يا جماعة الحقوني المهم بدأ رجال الامن التحقيق فيها القضية وراحوا على المنزل فعلا ما فيه اي اثار كسر او اقتحام او تكسير او سرقة او تخريب فيها البيت واسألوا الجيران الناس المحيطة الكل يقول ما شفنا هالعائلة ما شفنا الزوجة وين راحت والمرأة هذه اختفت ولا عادلها اي اثر المهم المحقق كريم الان قال لازم اني استجوب احمد واحقق معاه كمبلغ او مخبر عن قضية الاختفاء وليس كمتهم لانه الرجل فيه وضع سيء جدا والناس قاعدة تسولف وفعلا الصحف المحلية قاعدة تسولف فيها القضية ويا بنت قولي لامتش والله فيه عصابة خاطفة امرأة وابنائها الاثنين وصار كل من يألف على كيفه والقضية بدأت تكبر وناس يقولون ها بكرة يتصلون بعد بكرة يتصلون يطلبون فدية يطلبون فلوس ولا يأثرون على جثث المرأة وابنائها المهم يقول لازم اجيب احمد واحقق معاه واستجوب من الالف الاليا يقولوا اطلب احمد هذاك اليوم جل عندي على مركز البحث الجنائي اهلا وسهلا بالسيد احمد واحمد لما شاف المحقق كريم يعني كان سعيد بحضور المحقق كريم للتحقيق في هالقضية وداخل عليك يا محقق كريم ودي زوجتي وابنائي قالوا ابشر بعزك لكن انا ماني ساحر لا تنتظر مني معجزة انا احاول ابذل جهدي وان شاء الله ترجع لك زوجتك وابنائك سالمين غانمين لكن الان ودك تسولف لي يا احمد عن من اول ما طلعت هذاك اليوم لحد ما رجعت وشنو اللي حصل معاك بالتفصيل الممل وهل في مشاكل بينك وبين زوجتك عندك قضية عندك سالفة عندك ثار اي شيء لا تخبيه عني ابدا لانه ممكن يعني سالفة صغيرة او تفصيل صغير انت تعتقد انه ما يأثر ممكن من خلال هالتفصيل هذا نقدر نوصل الى هالعصابة هذه اللي تقول انها انت يا احمد طبعا احمد يسولف مثل ومثل المحيط ابناء هالمدينة ويقول صراحة لا عندي مشكلة مع حدا لا عندي ثار لا عندي قضية زوجتك شنو تشتغل يا احمد فاطمة قال زوجتي فاطمة زوجة جميلة وعلى قدر عالي من الرقي والاخلاق وعايش انا وياها حياة سعيدة جدا وفاطمة امرأة ربة منزل بالاضافة الى اعمالها المنزلية كذلك تشتغل في حرفة الخياطة تصليح وتفصيل الملابس وتربي هالولد وهالبنت وعايشين انا وياها بدون اي مشاكل وسكان الحارة يشهدون بهذا الموضوع وهذاك اليوم طلعت من البيت مثل ما اطلع كل يوم بدون مشاكل يعني مثلا في الليلة السابقة ما في مشاكل بيني وبينها طلعت كالعادة وودعتها هي وابنائي ورجعت على البيت وما لقيت لها اثر وحاولت ابحث من هناك ما لقيت اي اثر لزوجتي وابنائي وبلغت رجال الامن وهذا اللي جرى وارجوك يا محقك كريم انك تساعدني في هالقضية واتمنى انك تلقي القبض على هالعصابة اللي اختفت فاطمة وابنائي ترى انا ما اقدر اعيش بدونهم وحياتي اصبحت جحيم في جحيم قالوا طول بالك يا احمد وان شاء الله الامور خير خلينا اروح على المنزل نشوف الوضع نشوف الامور هناك ويقومون يروحون على منزل احمد وفاطمة داخل المحقك كريم على المنزل تفحص الابواب تفحص كل شيء داخل المنزل ما في اي شيء يثير للشك كسر خلع سرقة مسروق من عندك شيء من المنزل قال ابدا ابرا ما هي رايحة من المنزل بدأ طبعا سكان الحارة والفضوليين والناس لما شافوا سيارات رجال الامن حاضرين وتتجمع هالناس وبدأ المحقك كريم يسأل من هين ومن هناك يسأل التجارات يسأل اهل فاطمة خواتها خوالها عمامها الكل كانوا حاضرين والكل يشيد باخلاق فاطمة وكذلك اخلاق احمد يقولون بعمرهم ما تشاكلوا ولا بعمرهم احصلت بيناتهم مشكلة كبيرة مجرد مشاكل عائلية بسيطة مثل اي عائلة تحصل فيها بعض المشاكل خلافات زوجية بسيطة على اكلها على شربها لكن بحياتنا ما سمعنا صوتهم طالع المرة لها فم يأكل ما لها فم يسولف ودائر بالها على ابنائها وعلى زوجها احمد وهذا احمد فيه قمة والرقي والاخلاق بحياته ما اذى انسان ولا سوه مشكلة مع حدا الامر بدأ للمحقك كريم عجيب وغريب احمد اخلاق عالية فاطمة اخلاق عالية الجماعة ما عندهم مشاكل كل ابناء الحارة والاقارب والمعارف اللي يلتقى فيهم والمحقك كريم يشيدونه باخلاق هالعائلة الحسنة جماعة من احسن العائلات الموجودة فيها الحارة وفيها الحالة وفيها الوضع والناس قاعدة تسولف انه فيه عصابة خاطفة ومنتظرين اتصال لكن خلال الاسبوع او العشر تيام اللي مرت على اختفاء فاطمة وابنائها لا حدا تصل لا على احمد لا على اهلها يعني يطلب فدية يطلب فلوس والقضية ما هي قضية انه عصابة خاطفة او مجهولين خاطفين العائلة هذه لانه في مثل هالحالات وفي وضح النهار وفي وسط حارة والاختفاء ما هو الشخص واحد لو المختفي مثلا ولد منها اهل اولاد فاطمة براسها ممكن الامر يكون فيه قضية مثلا ابتزاز طلب فدية لكن الام وابنائها الاثنين مختفين استبعد المحقق كريم قضية العصابة وانه مجهولين ولا خاطفين بقصد الابتزاز وطلب الفدية والفلوس وقال هذا الامر ولا ممكن انه يحصل بسؤال الجيران وسؤال سكانها الحارة قالوا ما شفنا يعني اي امر مريب هذاك اليوم حصل سيارة غريبة او شافوا شيء مريب ما شفنا ابدا الامور ما شي طبيعية ومن خلال ما سلف ومن خلال التحقيقات والاستجوابات تبين للمحقق كريم انه فاطمة طالعة هي وابنائها كيف ما هي طالعة غصبا عنها لا في خلع لا في كسر لا في سرقة والناس كلها تقول عائلة ونعم منها قال يا جماعة ممكن المرأة هذه يكون عندها عشيق يكون عندها فيها الحالة ممكن انها تروح بروحها لحالها بنفسها يعني وتخليها الابناء عند اهل احمد ولا عند عمته ولا عند خالته ليش لحتى تاخذ ابنائها معاها مثلا وكل الاحتمالات واردة المهم في اليوم الثاني ويقوم يروح المحقق كريم على الدائرة اللي يعمل فيها احمد المؤسسة الحكومية هذه السلام عليكم وعليكم السلام السيد احمد موجود قالوا والله احمد اليوم ما اخذ اجازة وصراحة الشاب وضعه سيء وزوجته وابناءه مختفين قال ممتاز يعني يقدر ياخذ المحقق كريم راحته اكثر في التحقيق في السؤال في الاستجواب اول شيء طلبه المحقق كريم طلب الموظف المسؤول عن دخول وخروج الموظفين السجل الداخل والخارج والحضور والغياب قال جيبلي السجل خلينا اندقق فيه والراجع على السجل في اليوم اللي اختفت فيه زوجة احمد ويتبين من خلال المراجعة انه احمد هذاك اليوم مقدم على اجازة في الساعة الحادية عشر الاربع وراجع تقريبا بعد ثلاث ساعات وين راح احمد قالوا والله ما ندري يقدم على اجازة هذاك اليوم ويعني مثل اي موظف ممكن يحتاج يروح يقضي شغله في السوق يكون فيه عنده مراجعة الطبيب يعني لأي امر ما هو امر عادي هذا ما دققنا في هذا الموضوع فيها الحالة تبين انه احمد طالع من الدوام في هذاك اليوم واصبح في دائرة الشك لانه حسب اقوال واعترافات احمد يقول انه هذاك اليوم طلع من الصباح وما رجع الى نهاية الدوام ما غادر الدائرة هذه ابدا المحق كريم في هالحالة وقف التحقيقات العلنية وبدأ فيه الشغل السري تحقيقات من تحت التحت وبدأ يسأل ان احمد في هالدائرة في هالمؤسسة هل احمد عنده مشاكل مع بعض الموظفين ممكن احد الموظفين له غاية عند احمد ودي يسبب له مشكلة احدى النساء له علاقة مع احده ومن هناك وجمع المحق كريم هذاك اليوم معلومات هامة جدا لكن قال لك قبل يعني اوجه الاتهام لأحمد بشكل مباشر ودي اروح على الحارة مرة اخرى واتأكد من بعض المعلومات اللي لازم اوصل لها وفعلا يقوم يركب ويروح على الحارة هذاك اليوم اول ما دخلت سيارة رجال الامن والرجال وصار المحق كريم يسألها الناس يا جماعة هذاك اليوم حدا شاف احمد جاي بسيارته يوم اللي اختفت زوجته غالبية سكان الحارة وفيها ذاك الوقت يعني الوقت الساعة تقريبا بالحدية عشر صباحا اللي قاعد تحضر الغداء اللي عنده شغلة فيه المنزل اللي طال على دوامه يعني ما حدا انتبه غالبية الناس فيه اشغالها واعمالها والحارة هادية الكل يقول والله ما شوفنا يعني بالعادة تروح وتيجي وحتى لو جي احمد يعني ما راح نذكر يعني هذاك اليوم شنو اللي صار المهم يقول هذاك اليوم وانا وسط هالزحام وهالنساء وهالاطفال وهالرجال والناس متجمعة ودها تشوف شنو اللي قاعد يصير هلع ثرو على فاطمة وعلى ابنائها على زوجة احمد يقول والله هذاك الصوت اللي جاي من بعيد من احد الازقة الضيقة خلوني اشوف المحق كريم مشان الله فتحوا لي طريق يقولوا انتبه ولا امرأة على كرسي متحرك امرأة كبيرة في السن شوي قال بعده وطريق افسحه المجال فتحولها طريق شوي وتيجي هالمرة وتبقوص المحق كريم على يمين وعلي سار او يا محق كريم يا ما سمعت عنك وقرأنا عنك في الصحف وشاهدناك في التلفزيون وصراحة انا من اشد المعجبين باسلوبك في كشف المجرمين ها بشرنا يا محق كريم ان شاء الله قدرتوا تأثرون على فاطمة على ابنائها قال لها الله كريم ان شاء الله يوم يومين ان شاء الله تبين القضية بشكل كامل يقول بعدت هالناس شوي ولانه صار فيه ضغط وتجمعت كل سكان الحارة يقول المرة هذي قالت اذا ممكن التقط معاك صورة عن طريق الكاميرات اللي كانت تستخدم فيها ذاك الوقت كاميرا تطالع الصورة فورية تتصور الآن بعد دقيقتين تطلع الصورة قالها بشري بعزة ما عندي مشكلة يقولوا اتصور انا وياها وودنا نمشي ونقول يا محق كريم ترى هذاك اليوم اليوم اللي اختفت فيه فاطمة وابنائها انا كنت في المطبخ قاعدة اسوي اكل والمرة هذي منزلها يطل على منزل احمد يعني من بعيد الشرفة شرفة المطبخ او شباك المطبخ يطل على بيت احمد او على مدخل بيت احمد وتقول هذاك اليوم انا وقفة على الشباك المرأة عندها اعاقة لكن تقدر توقف على المجلة وتجلي وتطبخ لكن المشي صعب عليها لذلك تستخدم الكرسي المتحرك لانه الان يمكن يطلع انه واحد يقول شلون مرأة قاعدة على كرسي متحرك وشلون واقفة على المجلة او على شباك المطبخ وشافت سيارة احمد لذلك بعض الاشخاص تكون عندهم اعاقة شوية في المشي او صعوبة في المشي يستخدمون الكرسي المتحرك للتنقل وهذا اللي حصل مع المرأة هذه قررت هذاك اليوم قاعدة اسوي طبخة على الغاز وفي نافذة مطلة على مدخل بيت احمد شفت سيارة احمد وصراحة ما اخذيت وعطيت فيها الموضوع لكن كل ما حصل من اختفاء وسوالف وكذا ومنها سوالف هذه اللي حصلت انه عصابة جت اختفت فاطمة وابنائها كلها حصلت هذاك اليوم بعد ما جاء احمد على البيت وانا ما دققت فيها الصالفي يعني عادي رجال ممكن يكون ماخذ اجازة جاي اللي غرض ما ممكن زوجته مريضة ممكن ابنه مريض يعني لأي سبب من الاسباب الامر اقل من عادي وغير مثير للشبهة وللريبة يقول المحقق كريم لما اسمعت المرأة وكلامها تأكدت انه احمد جاه ذاك اليوم على البيت لكن الامر في نفس الوقت ما اقدر ادعي على احمد رجال جاي على منزله وعلى بيته لكن اللي يثير للشيك انه احمد يقول هذاك اليوم طول اليوم انا موجود في الوظيفة وما جيت على البيت المهم يقول في اليوم الرابع واركب واروح على الدائرة اللي يعمل فيها احمد السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بالمحقق كريم قال ودي المكتب اللي داوم فيها احمد ويني داوم احمد قالوا فيها ذاك المكتب احمد هذاك اليوم ما هم داوم كذلك ما اخذ اجازة بسبب ان وضعه النفسي سيء ورجال يعني ما يقدر يمشي معاملات المواطنين ومعاملات الناس ممكن يخربط امشي والرجال عنده مصيبة كبيرة فاقت زوجته وابناءه الاثنين المهم يقول المحقق كريم لما دخلت على مكتب احمد واول ما دخلت وتلفت نظري فتاة في غاية الجمال جميلة جدا طير العقل صاروخ عابر للقارات بنتي يا لطيف ويا ساتر اللي يشوفها تسحره سلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا حياك الله معاش المحقق كريم من البحث الجنائي حياك الله اهلا وسهلا قالها صراحة ودي يعني نتباحث انا وياك في موضوع احمد البنت هذه اسمها تورهان تورهان هذه في منتصف العشرينيات قالها يا تورهان صراحة يعني احنا قاعدين نبحث عن قضية اختفاء زوجة احمد وتورهان تشتغل مع احمد في نفس المكتب وموظفة تحت امرت احمد المهم البنت قالت صراحة انا متأثرة جدا باختفاء زوجة مديري في العمل ومسؤولي والرجال ما يستاهل وزوجته كذلك امرأة محترمة في قمة الرقي والاخلاق على هو ما يسولف لي قال لها يا تورهان يعني ودنا تتعاونين معنا في هالقضية قالت اي شيء يلزم انا حاضرة قال لها احمد بما انه انت ويا قاعدين في هالمكتب اكيد يعني تسولفون بعضكم خلال اوقات الفراغ وتعرفون الموظفين اللي دردش مع زميلته مع زميله مع صديقه وعلى سالف من هين وسالف من هلاك والموظفين مثل كأنهم يعني كل يوم عندهم سالفها شنو مسوين اليوم وين رايحين وين طالعين وكذلك يسولفون عن مشاكلهم العائلية المشاكل الزوجية مشاكلها الحياة فمن هالمبدأ قال لها المحقق كريم اكيد انت مطلعة على احوال احمد واكيد يعني تقولين انه زوجته جميلة ومحترمة واخلاق وكذا وعايشه وزوجته بامان وسلام فاكيد عندش نبذع حياته في شغلات ممكن انت تعرفينها انه ما يعرفونها كل موظفين هالدائرة او حتى زوجته يمكن ما تعرف عنها الموضوع ولا اهله قالت والله الصراحة ما بينه وبين احمد اي شيء مجرد موظفة تشتغل مع مديرها ولا بينه وبينه اي علاقة تذكر وصراحة الرجال ادب واخلاق ومحترم وكذا قال لها المحقق الكريم يا تورهان شوفي شغلة يعني ما ودها لا لف ولا دوران ملفت عندي وسالفتش كلها عندي لذلك سول فيني بس صحيح احسنتش واذا اعترفتي وساعتيني في هالقضية من العجين او اني اساعدش قدر الامكان اي نفذ في القضاء اي قانون اي ثغرة وعد شرف الا اساعدش يا محقق الكريم شنو تقول واي قضية واي سالفة قال لها انت تعرفين البير وغطاء يا محقق الكريم يطولك يقصرك انا بنت عائلة معروفة انا يعني ما لي بس والف شنو انت قاعد تتوجه لاتهام مباشر قال لها اتهام مباشر غير مباشر اعطيني من الآخر يلا لشوف وتورهان تحاول تتهرب تتملص من هين من هناك يا سيدي قال لها ما لش فكه انا عارف انتش مطلقة وانتش متزوجة فترة منزما واعارف انه كنتي على علاقة مع احمد وين روحتي انت و احمد فاطمة زوجته والابناء اعترفي من الآخر لشوف يلا البنت شافت انها محاصرة ولابد من الاعتراف قالت لكن يا محقق الكريم انا ماني من النوع اللي يرتكب جريمي ولا كذا لكن السالف هو ما فيها انه صراحة انا صار لفترة موظفة فيها الدائرة واول ما جيت لعند احمد كاي موظفة عادية تعرفت عليه وتعرف علي بصيغة انه زملاء في العمل وهو مديري وانا موظفة تحت امرته وعلى روحي وتعالي وكتبي ووقعي ومنها سوالف وانا صراحة تزوجت قبل عدة سنوات وظليت مع زوجي حوالي سنة ونص الى سنتين وحصلت خلافات زوجية بين وبين زوجي وطلبت الطلاق وتطلقت واول ما جيت على المكتب احمد ما يشيل عينه عني من ساعة اللي يدخل المكتب لحد ما يطلع تالي النهار الرجال انهبل وجيها ذاك اليوم صار يتقرب مني من هناك يا بنت الناس صار احني صراحة بمشاعره وقال لي انا احبك واحب الارض اللي تمشين عليها احمد كذلك شاب وسيم لا يخلو من وسامة وشاب تحلم فيه كل فتاة كشكل واخلاق الظاهر للناس وبعد ما صارحها بالحب والمشاعر والنهورة يده البنت كذلك اعجبت بشخصية احمد وحبته وتروح الايام وتجي الايام وصاروا يطلعون ويروحون ويجون لكن ضمن الادب العام ما في لقاءات خاصة ما في لقاءات سرية وكل ما حالها العلاقة هذه بين احمد وتورهان تتوتد وتتعمق وصار احمد ما عنده سالفة في مخيلته في احلامه احلام اليقظة وهو نايم يسولف بتورهان والبنت هذه الشدة جمالها تربعت على عرش القلب نعومة وعيون وجمال وتجي الصبح مضبطة امورها على الاربعة وعشرين وهذا احمد كان فيه عقل وطار اي قارن بينها وبين زوجته فاطمة فاطمة طبعا على قدر لا يستهان فيه من الجمال وقايمة بالواجبات بشكل كامل على هو ما يسولف تورهان وعلى هو اعترافات تورهان للمحق كريم ما بينه وبينها اي مشكلة لكن بعد مرور فترة من الزمن احمد شاف يعني انه علاقة الحب هذي لازم تتوج بزواج ويعرض الزواج هذاك اليوم على تورهان قالت جاني هذاك اليوم وقال لي يا تورهان صراحة انا رايدك على سنة الله ورسوله وانا صراحة ما اقدر اعيش يوم بدون ما اشوف عيونك الحلوة هذه قالت يا احمد انا صراحة يعني مريت بتجربة زواج سابقة وما صار لي زمان طالعة منها ووعفيني منها السالفة صحيح انا احبك واعشقك واحترمك لكن موضوع الزواج هذا الان ما انا مفكري فيه اعطيني وقت او فرصة يعني الى بينما نتعرف على بعضنا اكثر بعدين يا احمد انت متزوج وزوجتك مهيم نقص عليك شي او عندك ولد وبنت وعايش حياتك متهني ايش لك ابو جع الراس واحد يجيب الدبل كرمه عايش ومتهني انت وزوجتك وابنائك وبدون مشاكل يعني ودها تيجي زوجة ثانية وانا يعني تركت زوجي بسبب المشاكل وانا صراحة ماني مستعدة اقضي تالي حياتي مع ظرة وعلى مشاكل وروح وتعال لذلك الغيلي موضوع هذا الزواج جملة وتفصيلا احمد الرجال ما يقدر يعيش يوم بدون ما يشوف تورهان وكل يوم الثاني يا تورهان مشان الله وكذا وانا ما اقدر اعيش بدونك ومشان الله وافقي خلينا نتزوج ونعيش حياتنا واوعدك ما اسبب لك اي مشكلة ابدا ورح اخليك تعيشين عيشة الملكات وصراحة انا يعني ما عدري شنودي اقولك ما اقدر اعيش يا تورهان ما اقدر اعيش بدونك انا المهم تورهان معارضة الفكرة فكرة الزواج يا احمد شيل من بالك هالفكرة عندك زوجة التفت لزوجتك الابنائك الوظيفتك ايش بدك بوجعها الراس يا ابن الناس هذا احمد ما عادي حل عنها كل يوم عارض عليها موضوع الزواج وما يشيل عينه عنها يا احمد عيب في موظفين مراجعين ناس تروع ناس تطلع ايقولها خلهم يسوون الودهم اياه المهم تروح الايام وتجي الايام وتورهان رافضة فكرة الزواج واحمد يلح عليها تقول فيها ذاك اليوم اليوم اللي اختفت على الساعة 11 ورجع تقريبا بعد ساعتين ونص الى ثلاث ساعات لكن لما رجع احمد كان شكله غريب ووضعه مضطرب بدون ما يسولف وما لو بالعادة يطلع برا المكتب يغيب كل هالفترة ويرجع ما يسولف معاي خير يا احمد شنو الموضوع اقالها لا والله ما في شي كان في عندي مشكلة بسيطة رحت حليتها ورجعت تقول دومنا هذاك اليوم كفينا تالي النهار لكن احمد وضعه ما عجبني قلت يمكن يعني حاصلة معاه مشكلة مع اهله مشكلة مالية يعني البني ادم معرض لأي شيء في هالحياة المهم هذاك اليوم مضينا النهار وكل من راح في حال سبيله في صباح اليوم الثاني ونسمع الخبر في الدائرة ويا بنت قولي لمش الموظف احمد بختفيه زوجته وابنائه جاي قدم على اجازة وحاولت اسولف معايا احمد شنو الموضوع قالها والله ما ادري اختفت زوجتي وابنائي الاثنين وصراحة انا حزينة جدا على اختفاء زوجته وابنائه والله شهيد على ما اقول لكن ارجوك يا محقق كريم لا توجه لي هذا الاتهام انا ماني من هالنوع الرجال عرض علي موضوع الزواج وانا رفضت الزواج وقلت له انت متزوج وعندك ابناء ويحني شن لك بوجع الراس وهذا اللي جرى وهذا اللي حصل وطبعا المحقق الكريم كان حاصل على معلومات انه في علاقة حب وغرام بين تورهان وبين مديرها احمد لكن قبل لا يتأكد منها العلاقة هذه ويستجوبها راه على الحارة وعرف انه احمد راجع على الحارة هذاك اليوم واكدت اعترافات تورهان تلبك احمد هذاك اليوم بعد ما اخذ الاجازة ورجع على المكتب وحتى البنت هذه تورهان قالت صراحة انا بعد هالسوالف اللي تسوالفنا انا وياك فيها يا محقق كريم انا صار عندي شك انه احمد يعرف في قضية اختفاء بزوجته وابناؤه او هو ممكن يكون وراء هالاختفاء وصراحة انا صرت خايفة من هذا احمد في هالحالة وبناء على ما سلف المحقق كريم طلب مذكر التوقيف بحق احمد لانه كل شبهات صارت الدور حول احمد وتروح دوريا من رجال الامن هذاك اليوم يلقون القبض على احمد خير يا جماعة شنو الموضوع قالوا بس توصل لعند المحقق كريم تعرف شنو الموضوع جابوا لعند المحقق كريم هاي يا سيد احمد شلون قتلت زوجتك ووين اخفيتها والابناء وين خذيتهم يا محقق كريم يطولك يقصرك شنو تسولف يا رجل زوجتي وابنائي قالوا شوف يعني ريح نفسك وريحنا واحسن ما نحطك على ابساط الريح لذلك اعترف واختصر الوقت يا احمد قول لي وين جثت زوجتك وابنائك يقول المحقق كريم فيها الحالة احمد ويشرد له تقريبا سبع الى ثمان دقائق بدون ما يتكلم باي كلمة شوي وينهار احمد وبدأ يبكي وبدأ اعترافات احمد القصة وما فيها الله يسلمكم هذا احمد لما عشق البنت تورهان وصار ما عاد يقدر يعيش بدونها وعرض عليها موضوع الزواج ورفضت الزواج منه بحجة انه متزوج وليش وده يتزوج على زوجته بما انها كافيته وصاحبة مصلحة خياطة ربت منزل امرأة جميلة وعنده ابناء يعني ما فيه اي سبب يدعو للزواج وهي طالعا من تجربة زواج فاشلة فاحمد صار يعتقد انه سبب رفض تورهان اللي الزواج منه سببها وجود العائلة وجود زوجته وابناء الاثنين وكل ما يحاول معه تورهان تقول له صراحة انا ما اتزوج على ذرة وعندك ابناء وعندك زوجة وكذا ومنها السوالف وبناء عليها احمد قرر هذاك اليوم القرار اللي ما ممكن يتخذوا انسان عاقل وفيه عنده ذرة من العقل اسمعوا التفاصيل الصادمة واللي قلبه ضعيف يقدم الفيديو ولا يسمع الجزئية هذه من الفيديو القصة وما فيها احمد هذاك اليوم اتخذ القرار انه وده يتخلص من زوجته وابناء الاثنين لانه يعتقد انه فاطمة وابناء هم العائق امام زواجه من تورهان الجميلة هذه اللي سيطرت على عقله وقلبه ويقوم يركب سيارته هذاك اليوم ويروح على الدوام كاي يوم عادي ولما وصل الدوام تصبح بوجه نورهان وقدم على اجازة على الساعة الحدي عشر ويركب سيارته ويرجع على البيت لما رجع على البيت الحارة شبه فاضية النسوان بلشانة بطبخ بتعزيل اللي في دوامه وفي وظيفته ونزل على البيت ودخل على فاطمة صباح الخير يا فاطمة ها شوفك راجع اليوم بكير على غير عادة قال لها صراحة أنا يعني اتصار لنا فترة منزما ما طلعنا على مكان جميل وطراحة يعني ضغوط العمل وضغوط هالحياة وشفت اليوم الجو جميل وشاعري ومناسب لانه اطلع انا وياش وهالأبناء ان اطلع نشوف حياتنا يعني لو ايما تود نظل على دوام ووظيفه وانتي قاعد بهالمنزل خلينا نطلع انعيشيننا ساعتين زمان مثل الخلق والبشر فاطمة في هالحالة وتغير على احمد وتحضنه وشكرا يا حبيبي وجزاك الله خير اللي انك يعني التفتت لي والابنائي والله ليش لا نطلع قال لها يلا بسرعة ما معانا وقت جاهزي نفسك واغراضك واحنا رايحين نشتري الأغراض اللازمة من المحلات التجارية وادنا نروح على الغابة في عندهم غابة قريبة من المدينة والمرأة هذه تقوم تلبس وتضبط نفسها وتلبس ولدها وبنتها ويركبون فيها السيارة وينطلقون يعني الشغلة ما أكلت تقريبا عشر دقائق ربع ساعة وهو استعجلها زيادة قالها خلينا نكسب الوقت ركبوا سيارتهم وراحوا على أحدى المناطق السياحية على أطراف المدينة في أحدى الغابات وأول ما نزلوا منها السيارة أحمد هو رايح اشترى بعض المأكلات وبعض المشروبات على أساس أنه طلعا مستعجلة أو سيران مستعجل وكانت الأجواء ربيعية وأجواء لطيفة وجميلة جدا المهم أول ما وصلوا هالغابة وبدوا ينزلون فيها الأغراض والمراضي فردت لها السجادة أو حصيرة ما أخذتها معها علشان يجلسون عليها ما حسته دريت إلا أحمد يسحب مسدس حاطه تحت المقعد الأمامي مقعد السائق نفسه ويسحب المسدس ويوجه هذا المسدس على قلب فاطمة ويطلق النار عليها مباشرة طلق فيه القلب وفاطمة متفاجئة من هالموضوع شلون سحب مسدس أطلق النار عليها جرحها لسه عبارد ما حست بالأصواب يا أحمد ليش أو يلحقها بطلقة ثانية فيه الرأس فجر رأسها تفجر المخ والدم تناثر فيه الجو وقعت المرأة فيه الأرض الأبناء قاعد يفتلون حوالي السيارة الولد اللي عمره أربع سنوات والبنت الصغيرة بجانبها كانت بجانب فاطمة الولد هذا جاي يركض على أبوه ليش يا بابا ليش ضربت ماما ليش كذا الولد صار يبكي ويجي على أمه يركض ويحضنها ويقوم أحمد كذلك يطلق طلقة على ابنه هذا العمره أربع سنوات الولد صاري نازع صاري صيح صاري يصرخ الغابة طبعا أو المكان هذا اللي جايين عليه خالي من الناس والوقت عمل ما هو وقت طلع على ودي يطلع يطلع بعد الظهر يطلع بعد العصر المهم المرأة الآن شبه ماتت لكن فيها نفس والولد كذلك فوق منها قاعد يتنفس ويتحرك لكن صوته اختفى ظلت البنت اللي عمرها سنة وشهرين البنت هذه صارت تبكي وخافت من صوت إطلاق النار وتجي على أمها وتبدأ ترضع الدم اللي قاعد يطلع من صدر أمها على بالها أنه هذا حليب لونه أحمر والبنت لما بدت ترضع الدم ما استساغت طعم الدم وعيونها بعيون أحمد مثل كانها قاعدة تقولوا أنه ليش سويت بأمي وأخوي وليش قتلتهم ويقوم أحمد وهو عينه بعين بنته الصغيرة اللي عمرها سنة وشهرين ويطلق النار عليها كذلك وما زالوا الثلاثة فيهم نفس ويقوم يجيب مادة البنزين ويسكبها على الجثث الثلاث ويولع النار فيهم ويركب سيارته ويجمع أغراضه وما خلى أثر للجريمة الحصير اللي كانوا مادينها الأغراض هذه كلها لملمها وشالها اللي حرقوا عزته فوق الجثث وركب سيارته ورجع على الدوام وقال لك الآن راح يعني تصير إشاعة على عصابة اختفت زوجتي اختفت أبنائي وبعد فترة منزما أطلب يد تورهان وراح توافق العائق اللي كان الآن أمامها راح شوفوا وشلون التفكير الشيطاني لما البني آدم أو الإنسان يقلب من إنسان إلى شيطان ويصير يفكر التفكير الشيطانية وشلون واحد يقتل زوجته وأبنائه الاثنين بهالدم البارد لأجل أنه يحصل على امرأة جميلة بغض النظر عن الجمال اللي عندها والأخلاق اللي عندها شنو قلبك؟ انت ما عندك قلب؟ المهم ما لكم بالطويلة على حسب اعترافات أحمد تم تسجيل أقواله وخذاهم على المكان اللي حرق فيها الجثث ولما راحوا على هالمكان وفعلا يأثرون على حفرة قديمة حافرها أحد الأشخاص اللي رايح على هالمكان هذا وخلال الأيام اللي مرت ما حدا صدف وجعل هالمكان هذا اللي فيه الجثث المهم يأثرون على بقايا رفات بشرية وبالتحاليل تبين فعلا أنه هذه الزوجته فاطمة وأبناءه الاثنين وبناء على هالجريمة الفضيعة والشنيعة تم تقديم أحمد للمحاكمة والقضية لما انتشرت سببت ضجة في محافظة مازندران وفي إيران بشكل عام وكتبت عنها الصحف والجرائد وكذلك المحطات التلفزيونية والقصة أحدثت ضجة فيها ذاك الوقت والناس بدأت تطالب بإعدام المجرم الفضيع هذا أحمد وفعلا بعد فترة قصيرة تم محاكمة أحمد والحكم عليه بالقصاص بالإعدام شنقا وبعد حوالي سنة تقريبا في عام 1991 تم تنفيذ حكم الإعدام بأحمد وكانت هذه نهاية القصة ويقول للمحاقق كريم صراحة من أفضع الجرائم أو القضايا اللي حققت فيها هالقضية هذه ومذكرها من 33 سنة وخصوصا بعد مقتل ابنة المحاقق كريم ويقول لي من أصعب القضايا لما أسمع في قضية مقتل طفل صغير يعني من هالقضايا هذه القضايا الصعبة اللي توجع القلب شلون مثل هذا أب يقتل زوجته وأبناءه والبنت هذه اللي منظرها يقول لي لما يرويلي تفاصيل الجريمة يقول أحمد لما يرويليه التفاصيل أنه البنت صارت ترضع الدم وتعتقد أنه هذا الدم هو حليب فكان المنظر فضيع جدا شنو القلب اللي كان عند هذا المجرم شنو اللي خلا يرتكب هالجريمة الفضيعة لأجل شنو لأجل أي سبب امرأة قاعدة بأمان وأطمئنان تجي تطلعها لأجل أنك حبيت وحدة عندك فيه الدوام ولا ودك تتزوج ولا لأي سبب كان تروح تقتل وتزهق ثلاث أرواح بدون أي ذنب لا في خيانة يعني ما نعطي مبررات للقتل لكن بدون أي سبب شنو ذنبها المرأة هذه القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال تجارب غيرنا فيها الحياة ولعل وعسى أنه العبرة تصل وأبشركم بالنسبة لزوجة المحق الكريم طبعا المحق الكريم يبلغكم التحية والسلام للجميع وزوجة المحق الكريم تعرفون قبل فترة تم إجراء عملية جراحية لها في الدماغ لأنه كذلك قبل فترة سووا لها عملية في الدماغ وفقدت النظر وقبل حوالي شهر إلى أكثر من شهر بشوي تم إجراء عملية جراحية لاستعادة النظر والحمد لله استعادت تقريبا 75 إلى 80 بالمئة من نظرها ولله الحمد أو أمورها عال العال وإن شاء الله تستعيد نظرها بشكل كامل ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل إلها ولكل مريض يا رب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع أهلنا في فلسطين وأن ينصرهم على من عاداهم ويثبت أقدامهم ويشفي جرحاهم ويرحم موتاهم ويصبرهم ويكون معاهم يا رب ما بيدنا إلا الدعاء في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه